مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في تاني حلقات المحترف بصراحة احنا وحضراتكم مستمتعين بطولة كبيرة جدا جدا بطولة أمم أوروبا 2020 اللي طبعا يمكن انطلقت منذ أسبوع يمكن الجولة التانية انتهت لكن في أحداث كتيرة جدا جدا رغم البطولة لسه في بدايتها لكن في أحداث كتيرة جدا بتحصل في هذه البطولة يمكن وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي يمكن خلاص نهاية المباراة ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الدنماركي وطبعا لما بنقول الدنماركي أكيد كلنا بنفتكر لحظات الرواب اللي عاشها العالم كله وسقوط اللاعب كريستيان ريكسين طبعا لعب الدنمارك وقد إيه يعني الناس كلها ولعبة العالم كلها يعني واقفة جميلة جدا مستوى أخلاقي على الأعلى مستوى ويعني لسه بيقولولي بلوقتي كمان بلجيكا متفوقة اتنين واحد على الدنمارك رغم يمكن الدنماركي بدأت بالتهديف لكن يمكن خلال بعد عشر دقايق من مباراة الدنمارك وبلجيكا بالاتفاق طبعا مع الحكم واللجنة المنظمة كان فيه لقطة رائعة لقطة جميلة جدا جدا الماتش واقف وبدأ الناس كلها بتقوم وبتسقف وصورة طبعا كريستان كريستان اللاعب دنمارك بتطفو فتطفو على أجواء هذه المباراة رغم طبعا المباراة التنافسية زي ما حضراتكم شايفين اللعيبة الحكام بنتكلم على الجماهير كل الناس ملتفح حوالي هذا اللاعب اللي يمكن كان ليه تأثير كبير جدا جدا اللعيبة بتحضن بعض يعني لقطات بعيدا عن التنافس وبعيد عن أجواء الشحن والرياضة دي اللقطة ودي الحاجات اللي فعلا هي دي رسالة كرة القدم الحقيقة بنستمتع بكرة قدم حقيقة على المستوى الفني كمان بنستمتع بكرة قدم حقيقة على مستوى الأخلاق على مستوى الرياضة وده يمكن الحاجات المميزة جدا جدا لغاية دلوقتي فيه أمم عشرين عشرين لكن كمان على المستوى الفني كمان فيه فرق رائعة بتظهر بشكل أكتر من رائع فيه نجوم بتظهر بشكل أكتر من رائع في تنافسية الغد دلوقتي ما تعرفش من يكون حامل آآ لقب لهذه البطولة لكن آآ يعني بنستمتع مما حضرتك بهذه البطولة. يمكن آآ حنتكلم على حاجات كتير بصراحة. آآ زي ما تكلمنا على المباراة احنا كمان عندنا آآ حاجات مهمة جدا الصحف العالمية نفسها. الصحف العالمية بتقول ايه بعد الجولة التانية من ييرو عشرين عشرين. طبعا الصحف العالمية طبعا كلها بتتكلم عن اخبار اليورو عشرين عشرين يعني نبدأ بماركة الاسبانية. تحدثت آآ جريدة ماركة الاسبانية عن نتائج مباراة امس وفوز ايطاليا على سويسرا وويلز على تركيا وروسيا على فنلندا. كتبت عنوان لعبوا وسط دفاعنا سايب فيأكلون لبندويسكي. طبعا ده طبعا اللقاء اللي جاي منتخب اسبانيا مع بولندا لكن يعني يعني ما اعتقدش طبعا بولندا خصة المباراة الاولى لبندويسكي من اهم واخطر لعبة مهاجم العالم يعني والمنتخب الاسباني لم يظهر بالصورة آآ المناسبة. نشرت برضو حوار مع نجم منتخب اسبانيا فيران توريس قبل مباراة اسبانيا مع بولندا. لسه مع اسبانيا منذ دي بورتيفو الاسبانية بتكتب لوكاتيلي. لوكاتيلي وايموبيلي طبعا يضمنان ايطاليا او يضعان ايطاليا في دور الستاشر. اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب ايطاليا للدور الستاشر في نهايات امم آآ عشرين عشرين طبعا بعد الفوز الكبير على روسيا تلاتة سفر. لسه مع اسبانيا وقاس الاسبانية كتبت عنوان مورينيو يؤكد قدرته على اللعب رفقة آآ مورانا وتحدثت طبعا عن جيرارد مورينيو ده مهاجم المنتخب الاسباني وتصرحاته وكمان اهتمت الصحيفة بنتائج نهايات امم اوروبا عشرين عشرين وكتبت عن فوز ويلز على تركيا اتنين سفر حفل جاريس بيل وعن فوز طبعا ايطاليا على سويسرا تلاتة سفر ما بين كوسين ايطاليا ابقى كما انت. اشارة لها طبعا ان المنتخب الايطالي فاز في المباراة الاولى تلاتة والمباراة التانية تلاتة فبتقول له خليك زي منتر. صان البريطانية الروح لليو كي. ركزت صحيفة صان البريطانية على لقاء منتخب انجلترا امام منتخب اسكوتلندا. وامكانية طبعا مشاركة المدافع هاري ماجواير. كتبت ماجواير يبعد رسالة لساوس جيت. بيقول له انا جاهز لمواجهة اسكوتلندا. كمان تحدثت عن فوز ويلز على تركيا اتنين سفر وكتبت عن النجم جاريس بيل انها تضربة القاضية. ما عرفش خدوها من النادي الاهلي والقاضية ممكن. يمكن خدوها من الاهلي والقاضية ممكن. ميرور البريطانية بتقول ان هاري ماجواير جاهز لمباراة مهمة جدا ما بين المنتخب الانجليزي ومنتخب اسكوتلندا بكرا ان شاء الله. الصحيفة قالت ان هاري ماجواير جاهز ولمواجهة اسكوتلندا في اليورو. واشرت ان فوز ويلز على تركيا اتنين سفر وقالت قصة ويلز المسيرة تتواصل. لسا بريطانيا مع اسطار البريطانية. وعنوان بتقول هذا سحر. هذا سحر اشارة منها او من الصحيفة. ليجا هزيت طبعا هاري ماجواير لمواجهة اسكوتلندا. اكدت الجريدة ان اريكسون لعب المنتخب الدينماركي سيتابع منتخب الدينمارك امام بلجيكا. النهاردة يمكن للي انتهت بفوز بلجيكا اتنين واحد. ده الاكسبرس البريطانية كتبت على هاري ماجواير. هاري ماجواير طبعا جاهز لمواجهة اسكوتلندا اكيد. وتحدثت الجريدة عن جاهزات ماجواير مدافع طبعا المان يونايتد لمواجهة المتخب الاسكوتلندي. انا بقول يعني اتنين واحد ما زالت المباراة لغاية دلوقتي مستمرة بفوز بلجيكا على اقل دنمارك اتنين واحد. ولم تنتهي المباراة. لسا في اجواء الصحف العالمية ومنشت الكيب الفرنسية. اللي اهتمت الصحيفة بفوز ايطاليا على سويسرا 3.0. كتبت ايه لوكيب قالت ايطاليا مثيرة. كمان ركزت الصحيفة طبعا على النجم الفرنسي بوكبا ومستوى المتميز طبعا اشارة لمباراة فرنسا امام المانيا. نروح لايطاليا وتوتو سبورت الايطالية. اللي ركزت الصحيفة على فوز ايطاليا امام سويسرا 3.0 تأهلها لدور الستاشر في نهايات امم اوروبا. وكتبت لوكاتيلي. ايطاليا كما يعني تحدث عن فوز منتخب ويلس كمان على اه تركيا 2.0 واقترابه من التأهل. يعني تركزت طبعا على ايطاليا بشكل خاص. والفوز الكبير اللي حقاه يمكن على مر مباراتين 3.0. اه و 3.0 المنتخب الايطالي. على فكرة هو حديث امم اوروبا لغاية دلوقتي. المستوى الرائع اللي بقدمه طبعا المنتخب الايطالي. يمكن بدأ الترشيحات المهمة جدا لمنتخب ايطاليا للفوز على او الفوز بهذه البطولة. لسه مع ايطاليا وكورير الديل سبورت الايطالية. كتبت في عنوان ليها فرح جنوني. فرح جنوني ركزت طبعا على فوز ايطاليا امام سويسرا 3.0. وفي نهايات اوروبا طبعا زي ما نتكلم. وايطاليا اول فرقة تضمن التأهل لدور الستاشر. كمان اهتمت بالتأثير الكبير اللي تركته يمكن ايطاليا. كمان رونالدو. ابعاد رونالدو. احضركم على فاكرين يمكن مؤتمر صحفي. ابعاد رونالدو لزجاجات مشروب غازي. يعني طبعا ده كان بالرغم ان هذا يعني كان فيه جدل كتير جدا على تصرف رونالدو. لكن عايز اقول لحضراتكم ان كان خسائر وصلت لاربعة مليار دولار لهذه الشركة بسبب فعل رونالدو طبعا ده على المستوى التسويقي. يعني احنا طبعا العنوين الرئيسية خلصناها مع حضراتكم كله.